حماية الطفل بشكل عام من أجهزة الواحة الذكية أو أجهزة الهواتف مش فقط عن طريق اللينكات أن ننبه الأطفال وغيرها بس لو تكلمنا عن أبرز التهديدات والمخاطر والجرائم التقنية اللي ممكن تستهدف فئة الأطفال بداية نشكركم على الاستضافة نحن في جمعية الإمارات لحماية الطفل نسعى دائما للشراكة مع مؤسسات الدولة وقطاعات المجتمع لتعزيز حماية الطفل دولة الإمارات ارتأت منذ بداياتها إلى مرورا إلى عصر التمكين وعصر المئوية الآن أن تستثمر في الطفولة والشباب حقوق الطفل دولة الإمارات بنت التزاماتها فيها بناء على الشريعة الإسلامية وحقوق الطفل من 1400 سنة وأفضل الممارسات العالمية والاتفاقيات الدولية وبالتالي محاور حماية الطفل المثلة التي ارتأنا تأسيسها 15 محور أحدهم حماية الطفل من مخاطر التقنيات الحديثة والمتطورة المحور هذا محور مركب يشمل عدة جزئيات منها حماية الأطفال من الأشخاص الخطرين نحن لا نعرف منه خلف الشاشة خلف الشاشة ممكن ينتحل صفة طفل وممكن يكون مجرم وممكن يكون رهابي أو متطرف كذلك حماية الطفل من المحتوى الضار المحتوى الضار قد يكون دعم أو توجيه لإدمان فكر متطرف أو غيرة وممكن يكون أيضا محتوى إباحي مسيء كذلك محتوى الإباحي المسيء مثلا الخاص بالاستغلال الجنسي للأطفال خلال السنوات الأخيرة زاد بما يقدر بأكثر من ألف وخمسمية بالمئة وهو محتوى يعني مسيء جدا يشمل اختصاب أطفال غيره طيب أخي فيصل نحن كأهل كيف نقدر نفرق بين المحتوى الضار والمحتوى النافع لعدعيالنا ممكن الأهل الحيب ما بيعرف يفرق نحن كأمهات وكأولياء أمور كيف نقدر نعرف أن هذا المحتوى ضار للطفل العودة للأساسيات أولياء الأمور سابقا كانوا ينظرون إلى منوء حلقة التواصل والنطاق الاجتماعي المحيط بالطفل هذا الولد مؤدب هذا الولد زين هذه البنت منوء ربعة منوء بيئة أنا أدق حتى على بيئة أهل أصدقاء أبنائي صحيح أشوف بيئتهم اليوم منها كيف صحيح فبالتالي مستوى الشفافية والتواصل لازم نطورها إلى مستوى تقني اثنين المتابعة اللصيقة والمراقبة الدائمة لطبيعة استخدام الطفل والكلمات الخاصة بالبحث أو مع منوء يتواصل يعني العديد من القضايا اللي ظهرت كانت الشخص الآخر يظاهر أنه من محيط الأسرة أو من محيط المدرسة نقطة ثانية مهمة استخدام تقنيات الرقابة الوالدية وهذا موضوع يعني بحث خاص فيه